السلام عليكم. طلاب انا العزاء في مدارس الوطن العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نقوم اليوم بشرح كيفية اداء الامتحان الشهري. الامتحان الاول عن طريق المنصة. فاليت انكم تكونوا متابعين معنا. تمام بدقة. شغل سهل كثير. طيب نقوم اولا بدخول الى المنصة عن طريق احدى المتصفحات. نكتب العنوان البلد الالكتروني اللي هو الوطن العربي. بعدها بتطلع لي اسم المستخدم. بطلع لي كلمة المرور اللي هو انت مفروض انك تكون حافظهن او عارفهن. طيب انا راح ادخل الان معكم كاني انا طالب ونقدم الامتحان مع بعض. وهذا امتحان تجريبي. فش على علامات. ما في على علامات. بس بعطيك مقدمة كيف تقدم الامتحانات الجاية بكل سهولة. طيب. فتع صفحتي ونفرض انه انا اسمي كطالب احمد علي. ولازم نتأكد انه اسمك يكون موجود في اعلى الصفحة من فوق. يعني اذا كنت مغيره. اذا كنت مغير اسمك تمام? ياريت ترجع ترجع اسمك عشان ما يطلع معاي نتيجتك يطلع معاي اسمك زي ما هو. اسمك زي ما هو. يعني مغير اسمه مغير اسمه باسم تاني مش معروف يرجع يعدل على الصفحة بحيث ان يكون اسمه طالع عنده. طيب. بس افتح الصفحة عندي. تمام? بظهر عندي مجموعة المواد لانا عندي. انجليزي فيزيا احيا. الى اخره من المواد. كل مرحلة لها مجموعة اه كورسات مختلفة عن مرحلة اخرى. انا فايت كطالب او ثانوي اليوم كطالب او ثانوي. ولنقدم الاختبار. طيب. على فرض انه الاختبار موجود عندي على الكورس هاب. تمام? على جدول وخلطات والتعليمات. هنا تمام? بدخل هون. تمام? وعا الاسبوع الموجود في الاختبار. بلاقي الاختبار موجود عندي. تمام? وبفتح الاختبار. طيب. نقرأ. انا بعطيك تفاصيل. المحاولات مسموح بها تمام? محاولة واحدة فقط. المحاولات مسموح بها محاولة واحدة فقط. الامتحان بيبدأ عندي اتناش وخمس وعشرين دقيقة وبنتهي اتناش وخمس وخمسين دقيقة. طبعا الاختبار ميش راح يفتح اطلاقا عندك قبل الموعد محدد اله. يعني اذا كان كتب لك غير مسموح لك بالدخول الان بكون لك تنتظر بعض الوقت او دقائق لحد ما يفتح معك الاختبار. لحد ما يفتح معك الاختبار. طيب. نقرأ هون. في تفاصيل يبدأ الاختبار الساعة اثناش وخمسة و عشرين دقيقة ظهرا. والمدة ثلاثين دقيقة. طيبaso نفوت على الاختبار مع بعض نفوت على الاختبار. قم بمحاولة اداء الاختبار الان. تمام? بحقيتك في رسالة هذا الاختبار محدد بوقت ثلاثين دقيقة. طبعا كل اختبار بيختلف عن الاخر. يعني في بعض الامتحانات بتكون عشرين دقيقة. في بعض الاختبارات خمسة عشر دقيقة. كل اختبار وتدك تقرأ التفاصيل when you are at the camera. هون الاختبار عندي محدد بثلاثين دقيقة. ثلاثين دقيقة. وراح كل عندي مؤقت. كل آآ مؤقت بيبدل من ثلاثين وعد تمام تنازلي. وعيد تنازلي. طبعا اعيد انت تدخل على المادة اسم المادة للعندك اختبار. مثلا عندك امتحان علوم بتفوت على مادة العلوم بتلاقي اختبار العلوم موجود جواها. عندك مادة الرياضيات وتفوت على مادة الرياضيات تمام بتلاقي اختبار موجود جوها. احنا الان فتنا على اساس انه الاختبار موجود عندي في كورس اسمه اختبار تجريبي مثلا لان انا بجرد تجريب. طيب نبدأ المحاولة الان. الان فتح عندي الاختبار. الان فتح عندي اه الاختبار. تمام? راح ابلش انا اه اه احل في الاسئلة. طبعا اختبار التجريبي مفروض انك لازم تقدمه. اليوم بفتح عندك. تمام? من الساعة ثمانية. ورحبت بكرة الساعة اتناشة ليلا. تمام? هذا الاختبار التجريبي في عندي اه مجموعة بيانات لازم تعبيها انت. مجموعة بيانات لازم تعبيها لمرة واحدة. بالاختبارات الشهرية يعني اول اختبار راح يكون عندنا لغة عربية. تمام? مش راح تلاقي هاي البيانات الشخصية موجود عندك هتفوت على الاختبار مباشرة. بس هذا الاختبار التجريبي لازم عندك تقدم تمام? بعض البيانات الشخصية عشان نربطها بملصة. طيب شو طالب عندي هنا بين الشخص الاول اسم الطالب الرباعي نفرض ان اسمي هنا مثلا احمد 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 مثلا خليل خليل خالد مثلا علي تمام طيب اسم ولي الامر مثلا محمد مثلا محمد يعني محمد احمد مثلا تمام الجنسية بحطت جنسية الاردنية مثلا او جنسيتك شو ما كانت تمام لقموطني بحط لقموطني الي وياريت البيانات تكون دقيقة لو راح نربطها بالمنصة راح نربطها في المنصة فانت هاي خطأ عندك انت بتحمل مسؤولية خطأك طب الشعبة هنفرض مثلا شعبتي انا اه الف شعبة الف تمام ممكن اكتب كمانا شعبة الف طب انا عيد هاي بيانات شخصية انا لسه ما بديت في الامتحان طب بس ال سؤال ثاني هل بيانات شخصية في كل امتحان بتظهر لا مش كل امتحان تظهر بس في الامتحان التجريبية بتحط بياناتك الشخصية لمرة واحدة فقط بس تبدأ الامتحانات الرسمية مش راح يكون عندك بيانات شخصية مش راح يكون عندك بيانات شخصية راح تخyeaisia ت закончي على امتحان مباشرة طيب هاي الشوبي الف تمام طيب الان انتقلت في عندي عدة صفحات الصفحة الاولى خلصت فيها خمس اسئلة بدا انتقل للصفحة الليست بيج نيست بيج هيا زي ما تظهر عندك. لان انتقلت للصفحة البعديها. مكان السكان وغاية مهمة جدا عشان نقدر نربطها المنصة. لازم تعبي بياناتك فيها بشكل دقيق مثلا عمان مثلا اه مثلا جبل حديد جبل الحديد اه قرب مثلا شارع الدفاع مثلا شارع الدفاع مثلا شارع الدفاع تمام? واذا حطيت رقم بناية بكون افضل وقت افضل. طيب الصف مثلا اول الثانوي الاول الثانوي تمام? رقم الهاتف الاول رقم الهاتف الاول اللي بتصل عليها المسجدات دائما مثلا اه رقم تمام? اه رقم الهاتف الثاني هذا احتياط وتحط رقم ثاني عشان نقدر نتواصل معكم تمام? طيب. عدد الاخوة في المدرسة ان وجد بحط اذا في في بحط لا يوجد. اثنان لا يوجد. اذا في اثنين تلاث بتحط عدد الاخوة. طيب الان هاي في عندي وفي عندي هو انا وهنا في عندي وفي عندي وفي عندي صفحة البعديها برجعك الصفحة اللي قبلها. وانت عندك الحرية في التقدم في الصفحات والرجوع زي ما بدك. ترجع وتقدم في الاسئلة زي ما انت بدك. طيب انقدم على الصفحة تمام? الان بيانات الشخصية خلصت تمام وبلشنا في الاسئلة تمام لاحظ انه عندك على جهة اليسار في شي اسمه بعطيك انه انت قاعد بتجاوب في الاسئلة مثلا السؤال اول مجاوب السؤال الثاني الثالث الرابع الاخري طيب ما هي طلش الان في الاسئلة ما هي عروس القرآن وهون عندك اختيار متعدد تمام نحط مثلا احنا بنجاوب اسألة شي غلط وشي صح تمام مثلا 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 الرحمن مثلا تمام آآ راع السؤال البعدي تقع الاردن في قارة تقع الاردن في قارة تمام اذا انت كنت تشاك اين تقع مثلا اردن تمام جوبتها خليحكي مثلا آسيا وانت شاكك ممكن تحط هنا علم هاي شايفين ضوء في الضوء الاحمر علم شو هذا العلم هذا بحكي لك انت لما تخلص اسئلة انه هذا السؤال انا مش متأكد منه ارجع له ولاحظ هنا اجهة ليسار رقم السؤال خمية اتناش رقم السؤال اتناش انه عليه اشارة يعني انه هذا مش بتأكد منه مش بتأكد منه طيع رو على سؤال 13 تمام ما هي اصغر دولة في العالم تمام ما هي اصغر دولة في العالم هي دولة البتكان مثلا تمام ما هي الصورة ما هي الصورة التي تعادلها ما هي الصورة التي تعادل قرأتها ثلث قران مثلا جاوب البدنيات تمام انت طبعا هتكون دقيق في اجابة هتكون دقيق انت في الاجابة تمام آآ السؤال 15 اسم بيت الدجاج مثلا هو مثلا القننرين تمام الاخره القن تمام طيب هيك تجاوب انت الأسئلة تمام آآ اتروح على الصفحة اللي بعديها في عندي وفي عندي رجع للصفحة القبل ها. ها رجعتك للصفحة القبل. هيك ترجع للصفحة القبل. طعم تقدم بنزل لتحيط وبروح على نيكست بيج بروح على الصفحة البعد. هذول الأسئلة انا مفروض اني جاوبتن تمام. وهيك واروح على نيكست بيج هاي الصفحة الروحت انا اللي بعدها صفحة اللي بعدها ما يكبر قرارة للمعالم مساحة مثلا مثلا نحط تمام آآ مثلا افريقيا مثلا تمام او اسيا تمام بالدكية. العالم الذي اخترع المصباح هو الى اغيره تمام بتجاوب انت اسئلتك المتاحة امامك آآ عدد هو مثلا ثمانية آآ وقعت الحربة عالمية مثلا في الف تسعمية ارباطاش مثلا طبعا اجابتي في شيء انا في العمد غلط حالو في شيء صح تمام. اوكي. الان خلص كل اسئلتك ايك هاي عشرين سؤال طبعا بالشرط عشرين سؤال ممكن نعدي الاسئلة يكون عشرة ممكن عشرين حسب المادة حسب المادة اللي انت بدك اياها تمام هيك انت كنت خلصت الاسئلة تمام خلصت الاجوبة تمام? وان شاء الله هيك تمام. مبقى ما خلصت لاسئلة وتأكدت. مبقى ما تخلصت لاسئلة اتأكدت الان بتروحايش انهاء المحاولة. انهاء المحاولة تمام. بسألك. تمام? انهاء المحاولة. اوكي. في عندك سلم الجميع وانهي. سلم الجميع وانهي. تمام? هل انت على مجرد اقلاق قدير محاوس LE projecting ا State عدير اجابتك سلم الجميع وانهي تمام. هيك انت بتكون خلصيت انتحانك تمام? وسلم't اجابتك لا اه الاستاذ المخصص الاستاذ مخصص. الله يعطيكم العافية ان شاء الله يكون الشرح وكفي ووافي ونلتقي فيكم في المرات القادمة. بس حتذكر ان الامتحان التجريبي موجود رح يكون اليوم بعد الساعة ثمانية في كورس اسمه خطط وجداول خطط وجداول. الله يعطيكم العافية ونلتقي فيكم ان شاء الله.